خلونا سريعا نشوف أهم الأخبار الفنية آخر تفاصيل المسلسلات الرمضانية بصحبت زملية دلميا حمدين شكرا لك يا مصطفى أهلا بكم مشاهدينا وموجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر عم ما هو أنت مش فالحة غير في السهوكة وأننا حياختي ابدأ كلامنا بالصلاة الحبيب تمام يا رجالة؟ سوف تدفع الثمن غالي يا شيخ موسى بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة بسمح لكيش لما تتكلم مع الكبير يتكلم بأدب سيدياته كلها معي يعني يوم ما يفقر يعمل معي الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن حولت عيلة السنين من عيلة غلبانة ومكسورة لعيلة لها مخالب وأسنين الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ملقيناش حاجة في المهام ده المرة جاية توقيبك جابك أن تتعنطر تتعنطر على شنب مش على حرمة لحرمة مداز حاجة العام تتعنطر على شنبك هنا دلوقتي هتراجع ولا إيه؟ لا أنا بتغرب بس يا فلس من اللي بتخني معا موسى من البطة تبدأ بالله أرجع لك تاني هخلي لك الدمج للركب هوينفع يعني السلحة تسبق أرنب أعيني على الحلو لما تبعد له الأيام نبدأ نشرتنا الفنية مع مسلسلات المسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تصدرت منصة التغريدات القصيرة تويتر وحازت على إعجاب ومتابعة المشاهدين في مصر والوطن العربي وده بعد ما قدمت وجبة فنية دسمة من أول 8 حلقات وحصلت مسلسلات السفارة للفنان أحمد أمين وسوء الكنتو لأمير قرارة ومي عز الدين وجعفر العمدة لمحمد رمضان وضرب نار لياسمين عبد العزيز على إشادات كبيرة من المغردين وتفعلوا مع الأحداث وأكدوا أنها بتعتبر من أهم المسلسلات في السنين الأخيرة الفنانة يسرى قالت أنها فضلت تقدم عمل درامي كوميدي خلال الماراثون الرمضاني الحالي لأنها مدركة أن جمهور متعطش للكوميديا وأشادت يسرى بأداء كل النجوم اللي شاركوا معها في مسلسل ألف حمد الله على السلامة ومن بينهم محمد ثروت اللي وصفته بقنبلة ضحك وشيماء سيف شطرة وميان مجتهدة الفنان محمود حافظ اتكلم عن دوره في مسلسل حضرة العمدة وقال أنه بيقدم شخصية حامد زوج الفنانة بسمة في إطار كوميدي بسيط على الرغم أنها شخصية شريرة محمود كمان قال أنه سعيد بالمشاركة في العمل خصوصا بعد ردود الأفعال الإيجابية اللي جات له من الجمهور لأن المسلسل مهم جدا وبينائش مجموعة من القضايا المجتمعية المتعلقة بالمرأة الفنان حاتم صلاح قال أنه سعيد بتكسيد شخصية نفادي ضمن أحداث الجزء السابع من المسلسل الكبير قوي خصوصا مع الفنان أحمد ميكي والفنانة رحمة أحمد وقال أن سقف توقعات الجمهور مرتفع وإحنا تعيبنا وعملنا اللي علينا وبإذن الله الحلقات اللي جاية هتكون عند حصن ظن الجمهور وبعد النجاح الكبير اللي حققه الفنان أحمد عيد في مسلسل عملة ندرة أكد عيد أن أسرته كان ليها تأثير كبير في تكوين شخصيته وقال كمان أنه كان عنده طموح يعمل شخصية رفية بس كبر عليها ومش هينفع يعملها لكن ممكن ينفذها كعمل إذاعي المؤلف محمد هشام عبية المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام قال أن مسلسل رسالة الإمام مغمرة وأن فريق العمل زار مسجد الإمام الشفعي للحصول على طاقة المكان والشعور بالروح الحلوة في المكان وأن فريق الكتابة تسلح بالكتب والمذاكرة والمراجعة والتطقيق خلال الكتابة وقال كمان أن رسالة الإمام مستوحى من أحداث حقيقية لكنه برؤية درامية خلصت كده نشرتنا الفنية ونرجع مرة تانية لفسانت ومصطفى نكمل معاهم باقي فكرتنا شكرا لك يا لاميا